اشتركوا في القناة سبحانه رب عظيم الشاني يعلو ولا يعلى وجل علوبه وصفاته كملت بلا نقصاني سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطاني في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركاني والريح تجري وسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلداني هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتاني والكل جند للإله أما تطاع جندا يقض مطاجع الطغياني وإذا السماء تشاققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الواد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الدياني في ذلك اليوم العظيم نفوه سنا حشرات وها قد خاب ذو النكراني من بعد مبعثهم حساب عادل يا ساد من فقلوا على الميزاني يا سادهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنهم من رحمن قد أفلح الماضون في ركب الهدى وتحرروا من قبضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان تدعونا إلى الإيمان تدعونا إلى الإيمان تدعونا إلى الإيمان الوضع الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعل ولا يعلى وجل عنوبه وصفاته كملت بلا نقصاني سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطاني في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركاني والريح تجري وسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلداني هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتاني والكل جند للإله أما تطاع جندا يقض مضاجع الطغياني وإذا السماء تشاققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزماني والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الواد بالقرآن والكل من بعد الممات مراتهم وعدهم نحو الإله الواحد الدياني في ذلك اليوم العظيم نفوه سنا حشرات وها قد خاب ذو النكراني من بعد مبعثهم حساب عادل يا ساد من فقلوا على الميزاني يا سادهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنهم الرحمن قد أذلح الماضون في ركب المدامة وتحرروا من قبضة الشيطاني يتفاكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيماني يتفاكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيماني ترجمة نانسي قنقر الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن ترجمة نانسي قنقر 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 ربياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري وسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلداني هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتاني والكل جند للإله أما تطاع جندا يقض مضاجع الطغيان وإذا السماء تشاققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الواد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الدياني في ذلك اليوم العظيم نفوه سنا حشرات وها قد خاب ذو النكراني من بعد مبعثهم حساب عادل يا ساد من فقلوا على الميزاني يا سادهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنهم الرحمن قد أفلح الماضون في ركب الهدى وتحرروا من قبضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيماني يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيماني ترجمة نانسي قنقر 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 هذا ويفنى كل ذي سلطاني في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري وسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلداني هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتاني والكل جند للإله أماتا جندا يقض مطافع الطغياني وإذا السماء تشاققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزماني والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الواد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الدياني في ذلك اليوم العظيم نفوه سنا حشرات وها قد خاب ذو النكراني من بعد مبعثهم حساب عادل يا ساد من فقلوا على الميزان يا سادهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنهم الرحمن قد أفلح الماضون في ركب الهدى وتحرروا من قبضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيماني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشاني يا لولا يا لوجل عنوبه وصفاته كملت بلا نقصاني سلطانه باق ويلقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطاني في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري وسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلداني هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتاني والكل جند للإله أما تطاع جندا يقض مضاجع الطغياني وإذا السماء تشاققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الواد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الدياني في ذلك اليوم العظيم نفوه سنا حشرات وها قد خاب ذو النكراني من بعد مبعثهم حساب عادل يا ساد من فقلوا على الميزاني يا سادهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنهم الرحمن قد أفلح الماضون في ركب الهدى قد أفلح الماضي وتحلروا من قبضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيماني يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيماني ترجمة نانسي قنقر الفكار يا إنسان لو أطلقته متأمنا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالاً وتسبيحاً له سبحانه رب عظيم الشان يا نو ولا يا لا وجل علوبه وصفاته كملت بلا نقصاني سلطانه باق ويذقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطاني في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري واسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلداني هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتاني والكل جند للإله أما تضار جندا يقض مضاجع الطغيان وإذا السماء تشاققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الواد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الدياني في ذلك اليوم العظيم نفوه سنا حشرات وها قد خاب ذو النكراني من بعد مبعثهم حساب عادل يا ساد من فقلوا على الميزاني يا سادهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنهم الرحمن قد أفلح الماضون في ركب الهدى قد أفلح الماضي وتحرروا من قبضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيماني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالاً وتسبيحاً له سبحانه رب عظيم الشاني يا نو ولا يعلى وجل علوبه وصفاته كملت بلا نقصاني سلطانه باق ويلقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطاني في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركاني والريح تجري وسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلداني هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتاني والكل جند للإله أما تطاع جندا يقض مطاجع الطغياني وإذا السماء تشاققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزماني والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الواد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الدياني في ذلك اليوم العظيم نفوه سنا حشيرات وها قد خاب ذن كراهاني من بعد مبعثهم حساب عادل يا ساد من فقلوا على الميزاني يا سادهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنوا من رحماني قد أفلح الماضون في ركب الهدى وتحرروا من قابضة الشيطان يتفاكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيماني يتفاكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيماني ترجمة نانسي قنقر الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن بقى لخضعت إجلالا وتسبيح له سبحانه رب عظيم شاني يا لولى يعلى وجل عنوبه وصفاته كملت بلا نقصاني سلطانه باق ويلقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطاني في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري وسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلداني هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أما أتطاع جندا يقض مضاجع الطغياني وإذا السماء تشاققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وجبالها نسفت أمام عياني